السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الاثنين اثنين وعشرين عيار مايو طبعا القمر اليوم الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح تقريبا راح يظل موجود بالجوزة بعدين بدو ينتقل لبرج السرطان والنقل اليوم راح تكون مميزة بكثير أشياء طبعا القمر الآن هو موجود في برج الجوزة الساعة ثلاثة وثمانية وعشرين دقيقة من صباح اليوم الاثنين بتوقيت جرينيتش راح يكون القمر انتقل لبرج السرطان يعني أغلب النهار راح يكون في برج السرطان القمر الآن موجود في منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورح يظل القمر موجود فيها لغاية الساعة ثلاثة وثمانية وعشرين دقيقة من صباح اليوم الاثنين لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج بالنسبة للقمر الآن موجود في برج الجوزة معناته من الآن ولغاية ساعات الصباح من ننشط في اتصالاتنا من الشعور بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا الزوايا هي ما في زوايا جديدة ولكن اليوم في عنا ذروة زوايا قوية جدا الزاوية الأولى اللي رح نحكي عنها هي زاوية التزديس الإيجابي اللي بين الزهرة وبين أورانوس وهاي مستمرة تأثيراتها من يوم 21.5 ليوم 31.5 طبعا ذروتها رح تكون يوم 26.5 في ساعات الصباح بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاؤل أكبر وبرضو بتكون شعبيتنا في تصاعد وبتجلبنا سعادة غير منتظرة وإمكانية خلق علاقات جديدة بنتبنى أو تبنى على المحبة والعفوية وبتتمنى تتبنى هيك مشاعر الناس بطريقة أدق وأحسن كما أنها بتشجعنا على الحب من أول نظرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين زحل وهي من يوم 5.5 ليوم 28.5 مستمرة بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية بنتصرف بحكمة من ثابر في أعمالنا أو مشاريعنا وهذا الوقت المناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات عقارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين بلوتو وهي برضو مستمرة بتأثيراتها من يوم 14.5 ليوم 29.5 بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها بتزيد من طموحنا وبتمنحنا مواهب إبداعية وحب للمغامرة والحاجة للمسئولية وهذا الوقت وقت مناسب للعلاقات مع المحيط وبتسمح لنا بحل مشاكل وبرضو بتساعدنا على إعادة تنظيم أعمالنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين نبتون وهاي تأثيراتها مستمرة من يوم 11.5 ولغاية يوم 24.5 طبعا هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار بتزيد قوة الحدث تمنحنا خيال خصب ومثالية وإلهام ومواهب فنية والميل للأحلام وقوة الحدث وبرضو بتجعلنا نشعر بالطمانين الداخلية وبتخلق لنا ظروف مناسبة للعمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين نبتون وهاي من يوم 7.5 ليوم 24.5 وهي مستمرة بتأثيراتها بيصير في عنا نوع من أنواع التركيز العالي لدرجة أنه نكشف أي شخص بيحاول الكذب علينا أو خداعنا برضو بتدفعنا لحب المغامرة والتحمس لفكرة وبرضو منحق إنجازات علمية أو عملية بتدفعنا للإثارة وبرضو بتساعدنا على الكفاح من أجل مثل عليا وهذا الوقت مناسب للشعور بالإطمئنان النفسي والإنجازات العملية الكبرى أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين الزحل وهاي برضو تأثيراتها مستمرة لأيوم 24-5 مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية بتضمن لك إخلاص محبوبك بتدل على تحسن أوضاع الفلاحين والمناجم واللي بيشتغلوا في هاي المجالات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين المريخ وبين بلوتو هاي كان ذروتها يوم أمس يعني تقريبا في ساعات الصباح ولكن مستمر تأثيراتها لأيوم 29-5 هاي بتولد اندفاعات مخالفة للصواب تدفعنا للتمرد والتصرف بعكس التيار وعكس المجتمع ومقاومة النظام السائد والقوانين وبرضو بتعرق النجاح بعض المبادرات والعلاقات وإلها علاقة بالمشاحنات والعنف والحرب والدمار اللي تيجي مع هاي الزاوية وما تلي هاي الزاوية أيضا إلها علاقة بالعمليات الإرهابية والنار والتفجيرات والزلازل والحوادث الطبيعية وحرائق الغابات أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين زحل وهاي من يوم 19-5 إلى يوم 5-6 طبعا ذروتها لسه ما يجتش ذروتها يوم 28-5 الساعة 10 و45 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيش بتخلق مصاعب وعرقيل بتحتاج منا بذل جهد وتصميم وإرادة لتجاوزها بتجعلنا أنانيين وقاسيين وعنيدين وبتعرضنا لصعوبات في إنجاز بعض المشاريع والنعكاسات وانقلابات بالوضع اللي إحنا منعاني منه يعني ممكن ينقلب وضعنا رأس على عقب بسبب سوء التدبير علينا مراقبة صحتنا المهددة بالإرهاق وتصرفاتنا اللي ممكن نخسر أشخاص بسببها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهاي من يوم 28-4 ليوم 13-6 تأثيراتها طبعا ذروتها يوم 23-5 اللي هو يوم الغد الساعة 5 و12 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش برضو هاي بحقق البعض تقدم على حساب الآخرين وإلها علاقة مباشرة في الأمور اللي إلها علاقة بالجيوش والعنف والاقتصاد أيضا وبرضو بعض الأشخاص اللي هم رجال الدين أو المعارضين أو المحتالين بمعنى آخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهاي تأثيراتها اللي حكينا مدتها شهرين طبعا هي بدأت من يوم 22-4 ومستمرة لغاية يوم 22-6 طبعا ذروتها كانت يوم 18-5 هاي بتدل على نوع من أنواع الخسارات المالية وظهور عقبات غير متوقع المستوى المادي أو الاجتماعي علينا مراقب التصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير إذا ما رعينا الأمور اللي إلها علاقة بالوضع الاقتصادي وانتبهنا لمصاريفنا والأموالنا وحتى ما في داعي لأي مغامرة مالية بهاي الفترة برضو بتدل على اغتيالات وتفجيرات وأمور طبعا ذكرناها بالأيام الماضية بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل أو متشكلة وقوة ذروتها اليوم مع القمر أو الكواكب الكبيرة أول زاوية رح نتكلم عنها ذكرناها يوم أمس هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون كان تأثيراتها أو تأثيراتها الساعة 10-11 دقيقة من مساء الأحد بتوقيت جرينيتش ولكن بتستمر تأثيراتها من موعد بث الحلقة ولغاية ظهر يوم الاثنين بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين وهي بتسببنا نوع من أنواع الاكتئاب بتدفعنا للإهمال وعدم الاستقامة والنزاهة في تعاملاتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها طبعا بعد هاي الزاوية اللي ذكرناها اللي هي ما بين القمر ونبتون بصير عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ ساعة 10-11 دقيقة من مساء الأحد ورح يستمر حتى تمام الساعة 3-28 دقيقة صباحا من صباح اليوم الاثنين بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر لبرج السرطان هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال الأعمال اللي بدأنا فيها قبل خلو المسار الساعة 3-28 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش القمر بنتقل وبيستقر في برج السرطان عشان هيك من ساعات الصباح بتصير القوة العاطفية أو المشاعر العاطفية هي اللي طاغي علينا بشكل أكبر فبنشعر بقوة العاطفة من حالة أو الخلق جو من الأمان إنه لا أحبانا من عمل عمل أشياء بتريحنا برضو من ناحية أخرى بعض الأشخاص بتراودهم بعض الذكريات وبعضهم ممكن إنهم يظرفوا الدموع وهم بقلبوا ذكرياتهم أو الأشياء اللي بتذكرهم بالماضي يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي بنشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام اتجنبوا انتقاد الغير نظرا لأنه حساسيتهم بتكون في أوجها بوسعنا لاستثمار بالعقارات استئجار بيت ترتيب بيت عمل إلو علاقة بالعقارات كاملة كزراعة نبتة أو شجيرة لانتباه للأطفال قضاء وقت ممتع بالبيت حفلة مناسبة أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ما بعد الانتقال وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المشتري وهي ذروتها الساعة خمسة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح اليوم الاثنين تاثراتها بتبدأ تقريبا من منتصف الليل وبتستمر لغاية مساء يوم الاثنين يعني طيلة اليوم منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولها كانها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا الأجواب تكون جيدة تمنحنا هاي الزاوية عطف مودة نحضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما إنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص دون فود وبرضو بتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهاي زاوية طبعا من يوم ثمانية خمسة وإحنا منذكرها وهي مستمرة بتأثيراتها ليوم اتناعش ستة دروتها اليوم الساعة خمسة وستة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على القيادة وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة بتزيد من ثقتنا بنفسنا تمنحنا الطاقة والشجاعة بتدفعنا لفعالية معينة ومننجح فيها ومنكون مؤثرين ومنكون قياديين برضو بتدل على ازدياد اهتمام الحكومي أو الملك أو الرئيس بالشؤون العسكرية والأمنية في دولة ما وحسن تحسين حال اليد العاملة في قطاع الصناعة ووجود توازن بين العرض والطلب وبرضو بتزيد الاهتمام بالميدان الرياضي والقطاع الصحي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي طبعا ذروتها رح تكون الساعة 24 دقيقة بعد العصر عصر يوم الاثنين بتبدأ تأثيراتها من صباح يوم الاثنين وبتستمر حتى صباح يوم الثلاثاء بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر بتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا يعني الأجواء تقريبا رح تكون ممتازة جدا والتحسن رح يكون على مستوى العاملين الأعمال اليدوية أكثر شيء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون ذروتها ساعة 7 و6 دقائق مساء من مساء اليوم الاثنين بتوقيت جرينيتش طبعا بتبدأ تأثيراتها من صباح يوم الاثنين وبتستمر حتى صباح يوم الثلاثاء بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة لنشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءة عالية للأمور التجارية طبعا وبعطي بتعطي ثقة بالنفس ومنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا برضو إلها علاقة بالتركيز على الأمور اللي إلها علاقة بالحركة السكانية والنشاط والمواصلات وخصوصا الداخلية منها وبرضو الأمور اللي إلها علاقة بوسائل الإعلام ودور المرأة بالمجتمع وكذلك مواضيع الشباب في التربية والتعليم أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ذروتها يوم الغد ظهرا يعني ظهر يوم الثلاثاء هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة طبعا هاي الزاوية رح تتشكل ساعة 12 و44 دقيقة من بعد ظهر يوم الثلاثاء ولكن تأثيراتها بتبدأ من مغرب اليوم الاثنين وبتستمر حتى صباح يوم الأربعاء هاي الزاوية زاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا تسمح لنا انه نعيش اوقات ممتعة جدا برضو هاي الزاوية بتعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وابداعهم وبتدل على ميل الرأي العام للمواضيع الفنية والترفيهية والتسلية وبتنعم النساء باستقرار وتوازن نفسي كمان ها بتشهد المؤسسات المالية وكذلك بعض القطاعات كالنسيج والتجميل رواج اكبر ومدخيل اكثر تلال هاي الساعات اللي هي بنا نحسب من المغرب لغاية منتصف الليل طبعا هي لغاية صباح يوم الاربعاء بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا اول شيء الكتفين الذراعين اليدين الجهاز التنفسي وانبيب الشعب الهوائية والريئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو جهاز العصبي والحركي والشعيرات الدموية ونظام التبادل هدولا الاكثر حساسية لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح وطيلة نهار يوم الاثنين المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب وبرضو الصفاق اللي هو الغشية اللي بتغلف الرئة والغشاء اللي بيغلف داخل البطن والجهاز اللي مفاوي وعضم الصدر اذا خلال هذا اليوم يوصى باجراء العمليات الجراحية ما فيه اي مشاكل ولكن اي شيء يتعلق من ساعات الصباح تحديدا المعدة زي عمليات القص او الامور اللي الها علاقة بالتكميم ما مننصح فيها العمليات اللي تتعلق بالمسالك البولية اللي عند النساء او اللي هو المبيض الرحم المهبل الثدي هدولا ما مننصح العمليات الجراحية لالها اه الا اذا كانت عمليات صغرى زي تنظيفات او اشياء صغرى ممكن اما عملية كبرى جراحية كبرى فما مننصح فيها نهائيا باقي اعضاء الجسم ما فيه اي مشكلة هذا اليوم ايضا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن ومثل الجراحة ولكن مش المعدة يصلح هذا اليوم لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي ولكنه لا يصلح لازالة الشعر بالليزر بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج السرطان او رح يستقر في برج السرطان خلو المسار القادم رح يكون يوم الاربعاء اربع وعشرين خمسة بيبدأ خلو المسار الساعة تسعة واحد عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش وبيستمر حتى تمام الساعة ثنتين واربع وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج الاسد اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره ثلاث ايام في تمام الساعة اربع وخمس وعشرين دقيقة صباحا بصير عمره اربع ايام نسبة الاضاءة 11% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة سعيد بنسبة عشرة في المية القمر في الجوزاء وبدو ينتقل لبرج السرطان ورح يضل في برج السرطان ليوم اربع وعشرين خمسة والان سعيد بنسبة عشرة في المية ساعات منتصف الليل وما بعد بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة خمس واربعين في المية ساعات الظهر بترتفع نسبة السعادة لسبعين في المية أما في ساعات العصر بترتفع نسبة السعادة لـ 100% عطارد في الثور حتى يوم 11-6 سعيد بنسبة 45% الزهرة في السرطان حتى يوم 5-6 سعيد بنسبة 30% المريخ في الأسد حتى يوم 10-7 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 4-9 سعيد الآن بنسبة 20% في ساعات ما بعد منتصف الليل بصغير سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% وأورانوس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 30-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلوب يتراجع حتى يوم 11-6 منتحس بنسبة 30% طبعا ما تنسوا تحطوا لايك وديسلايك والكبسات هاي اللي تحت تكبسوا عليها يعني ناش نقولكوا شيروا وميروا ومش عارف ايش يعني كبسوا لايكوا وكومنتوا واشياء زي هاي بس يعطيكم العافية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيظل النشاط عالي جدا بالاتصالات والحوارات والنقاشات والتنقلات والأجواء جيدة وسرعة البديهة قوية وقدرتك على الاقناع عالي جدا ولكن انتبه من العصبية لانه في عنا خلوم مسار رغم انه الاجواء جيدة على المستوى العاطفي وعا كل المستويات اللي ذكرناها من ساعات الصباح طبعا بتنهمكوا بامور الها صلة بالبيت والعائلة اهمش انه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على احد افراد العائلة بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم حاذروا من العصبية وما تخالفوا القوانين والارشادات ممكن تعانوا من بعض الارهاق النفسي او تسمع عتاب او لوم بسبب اهمالك او كلامك الجارح ولكن اجمالا الاجواء جيدة جدا هاي تحذيرات فقط لا غير ممكن اليوم تكون في مناسبة في لقاء في احتفال في حوار عودة غائب يعني الاجواء فيها اشياء ايجابية كثير بالنسبة للكم على المستوى العائلي برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بظل الاهتمام على المستوى المالي من الان ولغاية ساعات الصباح اهتمام باموال تيجي من عمل اضافي مستردات هباد دعم دفعات تعويضات مستحقات للكم مكاسب ولكن اهم اشي انه تقللوا من مصاريفكم من ساعات الصباح الاجواء بتتغير تماما وافضل واكثر ايجابية حتى من اه ما قبل فبتنشطوا بالسفر والاتصالات والحوارات والنقاشات ولكن بتكونوا اكثر صبرا على الطرقات يعني ما بتكونوا تغامروا وتجازفوا بالقيادة بظل اليوم هذا مناسب لا انجاز او اجتياز امتحانات او مقابلات عبروا عن اراءكم ولكن بهدوء دون اثارة العدوات والعصبية ما تترك مجال للغموض خلي كلامك واضح وصريح اليوم انت عندك قدرة على الاقناع عالي جدا وباستطعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة وما رح تهدأ وتيرتك اليوم ممكن يكون لك نوع من انواع التعامل مع اخ او جار وايضا الاهتمام بالسيارات والالكترونيات واللي عندهم امتحانات او مقابلات والحبيبه برضو بنابهم من الحب جانب برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا التركيز كله على الشخصية والنفسية صحيح انه في بعض الصدام والصراع النفسي موجود عندك ومش فاهم اشي وتقلبات سريعة قاعدة بتصير معاك ولكن الاجواء بلشت تستقر او من الان بتبلش تستقر اكثر فاكثر النفسية بتبلش تتوازن بتبلش ترسم اهداف معينة انت راسمها بتحاول انك تتجه باتجاهها والوقت مناسب جدا لهاي الخطوات من ساعات الصباح طبعا الاجواء بتصير ايجابية اكثر وخصوصا على المستوى المالي فبيحمل فرصة لمكسب مالي بيجي على الاغلب من عمل اضافي ومنكم اشخاص ممكن يستردوا اموال بتعودلهم او يحصلوا على هدية اهم اشي انك تخففوا من النفقات ممكن تناقش موضوع تمويل او قرض او تحصل على التسوي اللي بتحلم فيها وبتفتح امامك ابواب للحوار والنقاش البناء اهمش انك تبرر مواقفك وتوضح وجهة نظرك من اي سوء تفاهم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا يعني ما زال الضغط موجود لانه القمر لسه ما وصل عندكم ولكن ما فيها الخطورة بلشت شوية المعنويات تستقر شيئا ما مع ساعات الصباح طبعا الاجواء بتختلف تماما بتصيروا مشحونون بالنشاط والحيوية وبصير عندكم قدرة على انجاز الكثير من مشاغلكم اهم ايش انكم ما تترددوا في فرض وجهة نظركم بترتفع المعنويات الاجواء واعدة بحسم ايجابي او انطلاقة لعمل جديد او صفحة جديدة بتحمل هاي الفترة تقدم واخبار جديدة اه في نوع من انواع النشاط او ايش جديدة رح يدخل على حياتك او خبر انت بتنتظره اليوم بتبلور وبتكون نتاجه المهم الاجواء جيدة وانت اليوم حيوية غير حتى ملفت للانتباه للجنس الاخر برج الاسد بالنسبة لما وليد برج الاسد طبعا بلش شوي يصير في نوع من انواع الضغط ولكن محتمل يعني مش بالشكل المخيف مثل كل مرة لما بوصل القمر للسرطان بالعكس اليوم رغم هذا الحدث الا انه في عندك طاقة وقدرة على اكتشاف اشياء كثيرة تحاك بالخفاء ما في حد بيقدر يتآمر عليك او يتلاعب فيك او انه يستغيبك او يكشف اسرارك تقريبا انت مفتح وكاشف الجميع اهم اشي انه من الان ولغاية ساعات الصباح ما تدخل باي مواجهة او حوار او نقاش مع اصدقائك حتى لو عارف انهم هو غلط او فيه غلط من عندهم اضبط اعصابك لانه القمر بتجه لبيت المتاعب مش لصالحك الوضع من ساعات الصباح طبعا القمر رح يوصل لبرج السرطان بيت المتاعب حاول تنجز الاعمال الضرورية والمهمة حاول انك ما ترهق حالك كثير وما تشتت حالك ما تكشف اسرارك لحد حاول هك ومكتوم واترك الامور بتمشي لحالها في منك رح يشتغل على شيء الاعلاقة اما بشركات كبيرة او مؤسسات كبيرة او زيارة مؤسسات كبيرة زي سجون او مستشفيات برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بيظل التركيز على السمعة وعلاقاتكم بالمسؤولين وانجاز بعض الاعمال وعلاقاتكم مع بعض الشخصيات او الدفاع عن سمعتكم او ترتيب عمل معين شوي الاجواء لسه ما ترتبت بالشكل اللي انت بدك ياه ولكن من الان بتقدر تستعين باي شخص عشان يساعدك في هذا الموضوع العمل المشترك والواسطات هي اللي بتمشي امورك من ساعات الصباح بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا بالاصدقاء منكم اشخاص ممكن يشارك في مناسبة سعيدة او يتوجه له دعوة اهم شيء انه تتجنبوا انتقاد اي شخص هذا اليوم مناسب للعمل من ضمن مجموعة من الزملاء او الاهل او الاصدقاء وانت اليوم بحاجة للتحالفات لانه من ضمن العمل الجماعي انت بتحقق المكاسب ولكن لوحدك بيكون شوي فيها نوع من انواع الصعوبة بتفرح اليوم ده تفاهم الاخرين للك وممكن تحصل على تأييد او تشارك في ورشة عمل الاجواء ايجابية ودعمة للك بكل هاي المجالات برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا الان يعني بلش فيه حركة اه منقدر نقول انه فيها نوع من انواع الايجابية لانه الان انت بالاتصالات والحوارات والتعامل مع اشخاص خارج البلاد او امتحانات او مقابلات او على المستوى العاطفي ما زالت الاجواء جيدة لغاية ساعات الصباح ولكن بدك تنتبه اثناء قيادتك للسيارة بالشوارع المفتوحة او اللي عنده سفر بده يتفقد امتعته ويروح على المطار يبلب وقت اما من ساعات الصباح فهنا بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بوسعكم اثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبقوة ايضا ممكن تشعروا وكأنه محيطكم المهني او الاجتماعي بيتعاطف معكم من زيادة عن اللزوم مساعدات او وقوف جنبكم او بيحاولوا يتمملكوا بعض الاعمال او يساعدوكم بامر يعني بتجد فيه اشخاص يعني بتحاول انها تساعدك اليوم اهم اشي انك ما تخشى المواجهة المواجهة ما تخشى المواجهة ولا المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح وحاول انك ما تجازف وتغامر يعني اهم اشي انه ما تتهورش لانه بظل هذا بيت السمعة برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا بتنشطه اه على المستوى المالي لغاية ساعات الصباح المال الاموال المشتركة اللي هو اللي بكون معك شريك فيها اللي هي بنك وضريبة ودين ومال الزوجي الزوجة الامور اللي لها علاقة ايضا بالبيت وبالعقارات برضو هاي بتشغل فكرك المواضيع القديمة او اللي يعني زمان ما انفتحت ممكن تنفتح مرة ثانية بس اهم اشي انك انت ما تفقد اعصابك حاول تمشي الامور لغاية ساعات الصباح الاجواء صحيح انها بتجيب لك بعض المكاسب ولكن في ساعات الصباح الفرص بتصير اكبر من ساعات الصباح بتنشطوه في السفر والاتصالات البعيدة ولكن بتكونوا اكثر صبرا اثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيشوا اجمل اللحظات واكثرها حظا على المستوى الدراسي على مستوى سفر على مستوى امتحانات بتختفي المنافسات والعدوات وبرضو بتساهل لك جميع تحركاتك اهم اشي انك ما تقف ساكن وحاول انك ما تجازف بمغامرات قانونية برج القوس بالنسبة لمعليد برج القوس طبعا ما زال القمر موجود مقابلكم ولكن الاجواء احسن لانه اليوم عملية الحوارة من الان ولغاية ساعات الصباح جيدة بالحوار ما بينك وبين شركائكم بالمال والعاطفي كمصالحة تعزيز العلاقة المغازلة التقارب تطوير علاقة من مرحلة لمرحلة كلها هاي اجواء ايجابية وحتى على المستوى الشراكة المالية جيدة للبدء بشراكة عمل او ترتيب وضع عمل او خطط ما بينك وبين الشركاء يعني اجواء جيدة طاقة صحيحة شوي احنا منقول عنها ضعيفة ولكنها راح ترتفع لانه احنا في ساعات المساء في زوايا قاوية مع المشتري وفي ساعات الصباح راح بتقوى اكثر فاكثر مع تحرك القمر للسرطان اهم اشي انه اليوم تنهمكوا بضبط شؤونكم المالية المشتركة اللي راح يظل الاهتمام بالامور المالية بنك ضريبة تأمين ميراث حقوق مال الزوج شغلات زي هيك رغم النفقات الا انه في فرصة لمكسب مصدر شراكي زي ما حكينا او تعويض اهم اشي انكوا تتصرفوا بدون تباطؤ لتصحيح الاوضاع ولا اعادة بعض الامور لنصابها وحاذروا من مخالفة القوانين والتعليمات لا ترفض اي مساعدة من قبل الاخرين اليوم اليوم الاجواء جيدة جدا ممكن اتعالج موضوع مالي او اداري او موضوع بيتعلق بقرض او شغل مثل هيك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر موجود في بيت العمل والصحة ولكن انه الصحة افضل يعني ممكن تشعر بتوعكات خفيفة او ارهاق تعب اتراكم عمل او انك انت اجهدت نفسك بشيء قليل اللي عندهم بعض الامراض المزمنة مثلا ممكن يختلف الجو عليهم شوي ولكن اجمالا الاجواء ايجابية ممكن تهتموا بموضوع الاعلاقة باتمام بعض الاعمال او انجاز بعض الاعمال عندك عمل اضافي مثلا او ساعات عمل زيادة او مقابلات او دورات شغلات زي هيك ولكن اجمالا تقدر تتممها بالكامل من ساعات الصباح القمر رح يصير مقابلك تماما في برج السرطان وهذا شيء رح يعزز علاقتك بشراكاءك بينصب اهتمامك حول موضوع الشراكة الشراكة المالية والعاطفية وحاولوا انك تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشراكاكم يعني مصالحة تقارب فكرة رفقة رحلة اي اشي لانه الاجواء هاي بتخفف عليك التوتر الفترة هاي لانه القمر بيكون مقابلك طاقتك ضعيفة فبصير بعض التوترات فحاول انك ما تنفعل عشان ما تتورط في ازمة ما اخذها بروح رياضية ومرونة بتمشي الامور وبتصير بالخطوات والتقادير اللي انت بترتبها بالشكل الجيد اهم يش انك ما توجه اي انتقاد لاي احد وما تفقد السيطرة على اعصابك برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا بيتراكم العمل لديكم ابتداء من ساعات الصباح ولكن من الان ولغاية ساعات الصباح الاجواء جيدة ودعمة على المستوى العاطفي الحب الغرام الحضوض الاجواء الترفيه الهوايات كلها اجواء ممتازة مع ساعات الصباح بس ايك القمر لانه بدي ينتقل لبرج السرطان البيت السادس بيبدأ العمل يتراكم او بصير عندك اعمال كثيرة او انشغالات كثيرة خلال هذا اليوم حاول انك تركز على العمل المهم والضروري وتنجزه بالبداية بعدين تنتقل لغيره يعني حاول انك يعني تنجز العمل عشان ما تعمل ساعات اضافية او وقت اضافي وما تهملوا صحتكم ولا تدخلوا بمواجهة مع زملائكم اهم اشي غير اولوياتك اذا دعت الحاجة وما تعاند وباكر لعملك تفادي لأي تأخير في العمل حتى لو هذا اليوم جيد للاشخاص اللي بدهم يبدأ برنامج رياضي او بدهم يمشوا عشان يخففوا الضغط عليهم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا ما زالت الاجواء لها علاقة بالبيت والعائلة ومصالحة وتراجع عن قرارات وترتيب وضع الو علاقة بالبيت يعني اشياء كلها داخلية او عائلية هذا الاشي اللي ملفت انتباهك وشوي انفرفت روحك لانك انت بدك تنطلق ولكن لحد الان بتحس حالك في بعض الاشياء مقيد وانشغلاتك في هذا المجال هي اللي موتريتك من ساعات الصباح الاجواء رح تتغير تماما لانه القمر رح يصير في البيت الخامس للك في برج السرطان فبتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم رح ي يعني بيقدم لك او بيقدم لك فرصة مناسبة للمصالحة والتسوية للتعارف للارتباط للمكاسب للحضوض نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالي وقدرتك على استعاب الامور ايضا ممتاز جدا فترة ايجابية على المستوى العاطفي على مستوى الحضوض على مستوى التجميل الترفيه الهوايات يعني يوم مميز جدا حاول تستغله بكل شي انت بتحبه طيب هالكلام اللي حكينا اليوم يعني ما بستاهل والله لايك وكومنت ودسلايك وتلغي الاشتراك وتسبه عليه وتولد يعني اي اشي كبسوا على هالكبسات يا جماعة الخير والله يعني بعد مرات بتطلع تحت بشوف بشوف يعني كما واحد الكابس اللاي كلها على الحلقات يعني بقول ايش يعني هي معانا دي الشغلة يا الله عادي هيك منكون امتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء